السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني التعليم الصناعي قسم التركيبات والمعدات الكعربية طلبة الدبون مرحبا بكم في حلقات في بيتنا مدرسة من التلفزيون المصري قناة التعليم الفني كل عام وأنتم بخير يا رب يا رب إن شاء الله بتوفي لكم جميعا لأحسن ما تتمنون يا رب يحمي بلدنا من كل ده بإذن واحدة أبناء وأنتنا نعرض إن شاء الله هنشتغل مادة الرسم الفني وهي من أحد المواد اللي احنا بنسميها المواد التقيلة بالنسبة لنا وتعتبر من المواد الرئيسية في التعليم الفني سواء لجميع التخصصات صف أول وصف ثاني وصف ثالث وأيضا في المعاهد والكليات من المواد الرئيسية للمهندس أو خريج التعليم الفني الصناعي أبناء وأبناتنا طلبت دبلوم تركيبات والموادات الكهربية حنبدأ مع بعض شرح منهج مادة الرسم الفني له هو ثلاث أبواب أو أربع الباب الأولاني اللي هو باب الموادات التوافقية وهو مرتبط بمادة الآلات وفي قناتنا شرحنا بداية باب الموادات التوافقية بالنسبة لمادة الآلات الكهربية بنحاول نربط المواد مع بعضها زي ما ستزتنا وخبراءنا في الوزارة قالوا في تطوير المناهج المناهج تكون مرتبطة مع بعضها ومنبهين على زملائنا وعلينا إن شاء الله اللي يشرح مولدات في الآلات يشرح مولدات في الرسم عشان يربط الطالب بالمادتين وكمان يكمل مع بعض المواد كربط بحيث أن الطالب يأخذ كل ما هو جديد الرسم الفني المولدات التوافقية ثم المحركات ثم طرق لف آلات الطيارة المتردد الثلاثية الأوجه ثم الباب الرابع والأخير ألا وهو لوحات التوزيع لوحات التوزيع من الحشياء المهمة أو الأبواب المهمة جدا في المادة المادة طبعا كلها مهمة وبنقولها زي كده مع بعض كده إنها من مواد التقيلة لأنها بتساوي 80 درجة مادة الآلات 60 و20 معمل يعني 80 درجة المادتين تؤال ولكن بيعتبروا من الرفرنس أو الأساس في قسم الدبلوم التركيبات المعدات الكربط أبنانا وبناتنا في قواعد في الرسم زملان الأفاضل في الصف الأول والصف الثاني شرحوا كتير منها وبنحاول إن إحنا نتذكر بعض الأجزاء منها اللي هي قواعد الرسم أولا أدواتنا المصدر حرف تي والمسلسين والبرجل والشابلونة اللي هي فيها القطاعات بتاعتنا والألم الرصاص الألم الرصاص طبعا فيه الـ HB والـ H والمسميات بتاعتها الألم السن خفيف يهمنا قوي أبنانا وبناتنا إن دايما تكون أدوات نظيفة عشان الجرافيت بتاع الرصاص لما بينزل على اللوحة وقيد زملان الأفاضل في المدارس كلها بنبهينا على زي إحنا بنذكر إن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وأعلى الدرجات والمراكز المأسات بالنسبة لي فيه مادة الرسم مهمة جدا فيه الدوار الكعربية ودي إحدى مميزات تطوير هذا المنهج فيه الوزارة إن دايما بيطلعوا أو خريج التعليم الفني بيكون ماهر فيه الأكاديمي وفيه العملي بيجمع ما بين الاتنين والدليل على ذلك التطوير في الجدارات والجدارات بيهتم بالنحيتين طيب إحنا مش هنتكلم على المناهج المطورة إحنا هنتكلم على المواد اللي إحنا إن شاء الله هنمتحم فيها وفي نفس الوقت هنكمل معاه بعض في المعاهد والكليات بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هنبدأ مع بعض مادة الرسم هنبدأ بيه بالباب الأولاني الموالدات التوافقية طيب هنتكلم فيه عن إيه هنتكلم فيه أولا تسكرة مننا لبعضنا كده بعض الرموز المستخدمة في باب الموالدات بالكامل طيب هنعمل كده في كل باب هنبتدي نحط الرموز أو نذكر بعضنا بالرموز المستخدمة في كل باب رقم اتنين هنوري أدنانا وبراتنا الشكل العام للأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحانات فيه شكل بيكون كلامي فيه رسمة خطية وحضرتك بتحولها فيه رسمة بتكديلك في الامتحان نقص بعض الحاجات وإنت بتنقلها الورقة الإجابة وبعدين بتنفذك يعني وبعد كده هنبتدي نشرح دوائر الموالدات التوافقية دي صورة عامة عن حلقة اليوم إن شاء الله في الموالدات التوافقية تعالوا نشوف مع بعض تلفزيوننا في قناة التعليم الفني من التلفزيون المصري بيقول ايه بالنسبة للموالدات التوافقية موالدات التوافقية بالنسبة لنا هنبتدي زي ما قلنا في بداية الحلقة بعض الرموز والمصطلحات المستقدمة في مجال الهندسة الكاربية في بعض الحاجات طبعا حضرتكوا درستوها في الصف الأول والثاني بنعيد عليها فقط لغير الرمز لما يجي له خط بهذا الشكل الرسم التنفيذي أو التقطيطي له البوستف والنيجاتف معناه طيار مستمر معناه طيار مستمر طبعا الصين ويف في هذا الشكل الموجة الجايبية بالنسبة لي معناه طيار متغير أو طيار متردد وهم بيكتب عليه اتنين أو ثلاثة هنا لو عملت عليه اتنين دايرة من سلكتين سلكتين يبقى هنا بالنسبة لي سينجين فيز اللي هو الوجه الواحد طب لو عملنا عليه تلاتة هنا بالأمر التلاتة تلات شرط ونركز أبنانا وبنات في هذا الكلام لأن حضراتكم ان شاء الله هتشتغلوا في الكلام دا في الحالة العملية تلات شرط متساوين على الخط يبقى دا ثلاثة الأوجه لأن في بعض الدوائر وبقى حنبتدي بقى أن نفهم مع بعض بعض الدوائر يدي لك شرطتين ونص شرط اوعى تقول عليها تلاتة أوجه دا بيبقى واجه واحد مع سلك الأمان أو سلك التعادل بالنسبة لي فأنا اخذ بقى أن تلات شرط متساوين على الخط يبقى دي سلاسل أو R و S و T أو L1 و L2 و L3 هننبه بعض التنبيهات ليه احنا بنذكر بعضنا بهذا الكلام لأن منهج الرسم لطلبة الدبلوم بالكامل دوائر كعربية وكمان فيها دوائر تحكم دوائر كنترول لأن احنا بناخد مادة التحكم تمام؟ تحكم من منطق المبرمج وفيها استخدامات للسيرستر والترانزستر والبوابات زي مادة الإلكترونيات القوة وبقول لحضرككم الحظ الأجمل والأفضل لحضرككم إن شاء الله سواء بناتنا أو أبنانا أن المناهج مطورة لتناسب الحالة العملية في السوق يعني أنت ممكن تشتغل بعد الدبلوم ممكن تكمل دراستك وأوسع وأفضل تاخد تعليم صماعي تاخد هندسة تخش مع تفن قوات مسلحة يا ربي جميعا هنا خبراءنا في الوزارة حاولوا ويمكن نجحوا بتسبة كبيرة جدا إن هم يربطوا المناهج بالحالة العملية مع التطوير المستمر يبقى نرجع تاني خط واحد عليه رقم خطين يبقى هنا ده وجه واحد سنجل فيس لقيت تلات خطوط وركزوا مع بعض كده تلات خطوط المقاس واحد يعني تلات شرط زي بعض يبقى هنا سلاسل أو طب خطين ونص شرطة ده يبقى وجه واحد مع سلك الأمان اللي هو السيفت لاين وحنبين وإحنا بيناه في الحلقات الإسرائية ودي من حاجات الجميلة اللي التلفزيون بيعملها بيربط أبناءنا الطلبة في فترة الأجازة يقول لك عرفوا أبناءنا الطلبة على المناهج اللي هيدرسوه وإحنا قلنا هذا الكلام في الحلقات الإسرائية أثناء الأجازة وبرضو هنعيده لإنكم أفضل ما لدينا تعالوا نشوف مع بعض هنا تلفزيوننا الجميل بالنسبة لنا على الشاشة بيقول لي هنا أدي التلات أو أدي واحد اتنين ثلاثة أهم واحد اتنين ثلاثة ونحظ أن التلاتة سمك واحد تلاتة سمك واحد يبقى دايرا من ثلاثة أثرت لك طيب هنا بقى عمل تلاتة وجنب منها سل يبقى دي الأر والإس والتي ومعاهم خط النيوترال أو السيف تلعين هنا أو شفت أنا قلت إيه أو لإن في بعض الدوائر بتبقى عايزة النيوترال وفي بعض الدوائر عايزة السيف تلعين طيب ممكن يبقى الخمسة أه ممكن يبقى الخمسة يبقى أنا عندي ثلاثة الأر والإس والتي أو اللي واحد وإن لتنين وإن لتلاتة الثلاثة سمك واحد وبعدين خط النيوترال وبعدين خط السيف تلعين طيب ايه الفرق ما بين النيوترال والسيفت لاين ابنانا وبنتنا معانا ولا اتكلم لوحده طيب هقولهم ماشي عباب ما تصحصحوا شوية السيفت لاين وده موجود في جميع المدن الجديدة في العاصمة الادارية في المدن كلها بلا استثناء طبعا مش هقول اسماء مدن لكن احنا بالنسبة لنا العاصمة الادارية هي الجمهورية الجديدة بالنسبة لنا يا رب يحمي بلدنا جميعا السيفت لاين هو سلك الامان سلك الامان خدوا بالكم التعريف اللي هقوله هو سلك يربط بجسم الالة ويدفم في باطن الارض لتسريب الطيارات الزائدة احنا بسمي ايه في الحالة عملية الارض ده باش مانت لا ده حاجة وده حاجة ده حاجة وده حاجة يبقى السيفت لاين هتلاقيه في جميع المصانع وجميع المدن الجديدة البريزة اللي حضرتك بتشغل منها التلفزيونة او بتشغل منها المروحة تلاقيه بتلات اطراف مش بطرفين بمعنى ان هنا جميع الاجسام المعدنية والاجهزة اللي موجودة في المنزل او المصنع مرتبطة بسلك التاريط اللي هو السيفت طلعيه بحيث ان لو حصل ماس لأي سبب لأي سبب حضرتك لما تيجي تمسك الجهاز ما تتكاربش ان الكاربه متسربه فين في الارض وده بنسميه سلكنا طيب ده عارفناه حنسميه الاس ال اما النيوترال اما النيوترال خط التعادل خط التعادل وحضرتكوا بقى هتقولولي الفرما بين الاتنين خط التعادل وعبارة عنه هو سلك ناتج من توصيلة النجمة سلاسية الاوج سلك ناتج من توصيلة النجمة سلاسية الاوج وهو يكمل دائرة الوجه الواحد ويمر في طيار نقول هتقولي بس بطريقة بسيطة شوية حضرتك الكابل اللي جاي في البيت الكفرين اللي برا على البيت اللي عندين اللي هي بلوحة الكاربه فيها كم طرف اربعة حضرتك الفن بتاع الكاربه بياخد طرف وياخد الارض والبيت اللي بعدين منك بياخد طرف كاربه وبعدين الارض وهكذا معنى ذلك ان عندي اربعة اطراف وما مفروض بيبو خمس عشان السيف تلاقي طب بياخد هنا النيوترال مع الار حينور بيهم كاربه بتاع الفنزلك حياخد الاس مع الار حينور البيت اللي جنبك عشان ما تحملش على فرق والكلام ده هتخضوه في مادة التخطيط سمت الكاب وهياخد البيت اللي بعدك الار الاس مع النيوترال بتاعي طب فتحة قدام من الورشة حياخد التلاتة او الاربعة مع بعض يبقى انا عندي النيوترال هو سلك يمر بيه طيار في دائرة الكاربه في دائرة الكاربه الوجه الايه؟ الواحد يعني يكمل دائرة الوجه الواحد طب السيف تلاقيين؟ بيمر في كاربه؟ لا طبعا ده بيمرر الطيار الزائد من الجهاز على الارض يبقى في فرق ما بين كده انت لغبطت معلوماتنا اللغة الدرجة اللغة الدرجة ان النيوترال هو الارض هو الارض يعتبر مين؟ برافو عليكم كده ولده صح صح السيف تلاين يبقى السيف تلاين هو سلك يربط بجسم الالة ويدفن في باطن الارض اللي احنا كنا بنسميه بعد كده التأريد تمام؟ اما النيوترال النيوترال هو سلك ناتج من نقطة التعادل لتوصيلة النجمة وهو يكمل الدائرة الكاربية برافو عليكم في الوجه الايه؟ الواحد يبقى احنا خدنا ملخوظة اننا لو عمدي الطرف عليه اتنين يبقى كده او سلك عليه شرطتين يبقى ده واجه واحد عليه تلات شرط بمقاس واحد يبقى سلاسل او تابع عليه تلاتة ونص هنقول له تلات شرط وبعدين نص شرطة هنا يبقى الار والاس وتي او الواحد و الاتنين و الاتلاتة مع النيوترال او السيف تلاين احنا حبنا نوضح لان حضراتكم ان شاء الله في المستقبل انتم خبراءنا بعد كده لابد ان يكون في عندك اساسيات للرسومات اللي انت حتشتغل عليها و احنا بقلنا في بداية الحلقة ان مادة الرسم لجميع التعليم الصناعة و تخصصات تعتبر من المواد الرفرنس بالنسبة لي الاساسية اللي بتبني عليها الدوار الكارابية بالكامل تعالوا نشوف بقى كده نكمل بعض الرموز اللي حنشوفها مع بعض يبقى انا عندي هنا تلاتة وبعدينها ايه؟ نصب هنا سلك خد بالك اوه كتب ايه؟ دائرة من ثلاثة اسلاك وسلك الحياد بعد كده في بعض السمك بقى دائرة من ثلاثة اسلاك وسلك الحياد هنا اللي تحت منها دائرة من سلكين مقاس اتنين في خمسة وعشرين ملي متر هنا محدد سمك الكبل ودي حضرتك كمهندس لما بتيجي بتصمم دائرة بتقدر تحدد سمك الكبل بناء على حسابات الدايرة الكارابية والاحمال بتاعتها دائرة من اربع اسلاك مقاس اتنين في خمسة وعشرين واتنين في واحد ونص ملي متر مربع او اتنين ونص ملي متر مربع بنكتب هذا الكلام وبنطبق هذا الكلام على الرسم وهاء الطبيعة تعالى رمز هنا تاني اللي هو المتعرج مموج كده موصل غير وثابت متحرك طب نبسطها هقول السلك المجدول لما بتيجي توصل بريزة من هنا اللي هنا مش السلك ده بيتشال ويتحط كده اه يبقى حضرتك لما تيجي تصمم الدائرة بتاع المصنع او المكان بتعمل شرطة كده بتقوله خد بالك انه فيه سلك متنقل معايا يبقى يكون مارن السلك اللي هو المجدول اللي حضرتك بتحطه في المشترك وتاخده تغازي بيه حاجة على يعني زيما يقوله سريعة يعني انقلت التلفزيون من هنا بدلا ما تعمل بريزة وتكسر في الحطار لا بيتجيب مشترك بسلك بسلك ده متعرج يعني متحرك ناخد بالنا ببعض الرمز دي مهمة جدا لابنائنا وبناتنا وحضرتكم بتلمسوها في حياتنا العمالية مش كده ولا ايه تعالوا شوف مع بعض كده هنا تاني موصل ممدود تحت الارض الكابلات اللي جايلك في الشارع انت بتدي الرسمة بتاعتك بتقوله خد بالك ان ده تحت الارض مايبقاش فوق بص بقى ليه موصل فوق الارض محمول على الاعمدة اللي هي طبعا فيه الارياف كلها الاعمدة اللي هي الكابلات بتبقى متشالة عليه يبقى انا لما باجى اصمم كمهندس كعربة او كفن كعربة بشوف الرسمة اه ده ده عمدة لقي من تحت كده او من فوق اه ده ده ممدودة تحت الارض يبقى اللي ممدودة تحت الارض فين داخل المدن لان الاماكن بتبقى ديئة لكن بتبقى محمولة على الاعمدة في القرى لاني اراضي شاسعة تعالوا نشوف مع بعض تاني موصل على الحائط على الحائط يعني حضرتك عملت المكان والمصنع وعملت بياض وانسيت مش هقولها طبعا نسيت لانا فيش مهندس او لفن كعربة انت عندك حاجة معينة هتبقى الكابل بتاعك باين برا الحيطة هتعمل فيه تعديل في المستقبل هتغير الكابل كل فترة فقد الرمز للفني ان هنا خد بالك موصل على الحيطة من برا ده الدزاينر بتاعك او التصميم اللي حضرتك بتصممه للمكان فيه الكابل ده هيتغير مكانه انا بطلعه برا بدلا ما اعد اكسر وعمل بطلعه برا طبعا هغير المكان بشيل الكابل وحطه في حتة ايه تانية بطريقة هندسية تعالوا نشوف تاني بعد كده ايه موصل داخل الحائط ودي طبعا داخل الحائط اللي هي المواسير داخل الحيطة اللي حضرتك فيه الشواء السكاكاتنية او المصاني تعالوا بقى موصل داخل الحائط تحت البياض يبقى داحت المحارة على الطوب لاحمر زي بنسميه هنا موصل ممدود على الزلونر اللي هي الكابلات الهوائية الكابلات الهوائية بتبقى على الاعمدة زي في القرى بتبقى سلك موصل على تعالوا نشوف تاني بعض الرموز الرمز دوت اشارة للتغيير معنى ذلك ان انا هغير منه طيب خد بالك من الحلقة والحتة دي موصل داخل المواسير معنى ذلك الموصلات دي هتتحط في مواسير داخل الحيط او برا الحيط هنا سلكين متعامدان مع سلكين اخرين غير متصلين كهربيا ابنانا وابناتنا ركزوا في الحتة دي كويس اوي في الاتنين اللي تحت بعض مدام ما فيش دائرة اتصال زي اللي تحت يبقى السلكين دول غير متصلين وده من اخطاء اللي ابنانا وابناتنا يقولك انا هوصل السلكتين لو المصحح مش فاهم كويس اوي معاك او انت منتش موضح له هيعتبر السلكتين دول غير موصلين لكن لو عملتها له دايرة اتصال على الرسمة اه ده السلكتين من الحمين في بعض بالطريقة البلدي كده بناخد بالنا الرموز دي مهمة جدا لان تعريف لغة الرسم واحنا قلناها في الحلقات الاسرائية تعريف لغة الرسم او تعريف الرسم هو لغة لغة يتعامل بها المهندس مع المنفس في عملية الانتاج نقولها تاني انا بدي لك رموز وانت فاهم الرموز فبتنفز عليها فيها تعتبر لغة يعني رمز اللمبة اللي هي الدارة وفيها شرطتين وبحط عليها مواصفات لما اجا سافر برة او اشتغل في منطقة غير بلدي كفراجل فني ماهر انا فاهم الرموز لان الرموز موحدة بهاية التوحيد القياسي على مستوى العالم ولي دي بقول لحضراتكم من احدى المميزات الجميلة جدا في تطوير التعليم ان هو بيربطك حتى مش بالمكان بتاعك وبلدك بيربطك بالخارج في المناطق اللي ممكن يطلبوك فيها كفن ماهر راجل مميز يبقى انت مش هتروح لسه تعلم الرموز بتاعت البلد دي او المكان ده ده انت فاهم الرموز كلها بمجرد ما بتشوف الرسمة بتحل الرموز وتكتيري تشتغل على اساس تعالوا نشوف كمان بعض الرموز اتصال كهرابي غير وثابت عن طريق مصمار هنا بيتربط المصمار هنا في لحام خدت بالك من الفرق ما بين اللي فوق هنا اتصال كهرابي هنا لحام يعني ثابت مش هيتغير اتصال ثابت داخل مركبة كهربية معنى ذلك ان انا بقى لحمه واشتغله طبعا ده رمز اللامبا لسه متكلمين عليه وحضركوا خدتوه في الصف الثاني هنا لمبة بيان لمبة بيان اللي هي بتبقى على لوحة التوزية او الطابلون اللي في البيت تبقى فيه لمبة حامرة كده تبقى ان الكهرباء قطعت اللمبة دي هتلاقى مطفية طب انت حصل فيه شورت عندك تلاقي الشورت الشقة اتطفت ولكن اللمبة من وراء بتعرف ان الكهرباء واصلة تماما ودي بتبقى بنسميها لمبة بيان طب يعني لمبة البان يعني حضرتك يا سيدي الشاحن بتاع حضرتك فيه لمبة حامرة كده او لمبة خاضرة بتحط الشاحن اللمبة دي بتناول بيقولك فيه كهرباء لمبة طفت ايبا الكهرباء مش متوصلة بشاحن بلاعج فدي لمبة البيان فيه لمبة مصهر الفيوز او المفاتيح القواطع الاوتاماتيك اللي عندي كانت زمان على ايامنا كده كانت القواطع بتاعتنا من الصيني اللي هي الحجر الصيني بتبقى بتعامل بسلك دلوقتي بقت قواطع كلها اه اوتاماتيك عن طريق القواطع الاوتاماتيكية الحرية سواء السيروسر او الترانزيسر او او هنا بيبين القواطع دي بيبقى فيها لمبة بيان لمبة قاطع او لمبة مصهر المصهر شغال مش لمبة بيان انه فيه كهرباء لا ده المصهر كمان شغال ولا او المفتاح رقم تلاتة هتلاقي اللمبة بتاعته مطفية اه يبقى اعطل في الحتة دي شوف الدقة الاول كان يقولك ارفع السكينة والمكان كله يشتغل لا ده احنا مقسمينها اخطوط عشان الاحمال ما تبقاش على المكان كله سواء في المصنع او المنشاقة ده الجزء ده بس اللمبة بتاعته مطفية يبقى انا بصلح في الجزء ده وبعمل فيه الصيانة بتاعتي لان اللمبة بتاعته مش منورة ياما يتغير المفتاح ياما يشوفه العطل في المكان اللي يخص هذا المفتاح تعالوا شوف بعد كده بقى المصهرات ودي من اهم العناصر اللي في الداخل المصهرات اللي عندي في المصهرات العادية وناخد بالنا من المأسات كويس اوي مصر عليه خطين يبقى مصر مزدوج هنا علامة على التشغيل باليد ودي يمكن انقرض شوية ولكن موجودة في بعض الاماكن اللي هي المفتاح باليد هنا قاطع أوتوماتيك وده اللي موجود في الحالة العملية بيبقى عن طريق مفتاح الانقوف اللي هو بنسميه وحضراتك وزملائنا يسميه البشبوتون سكينة مزدوجة يعمل يدويا بالإيد هنا سكينة يدوك بضغطة الزرارة زي بيولوها أوتوماتيك اللي هي المفتاح توصيل مزدوج يعمل أوتوماتيكية نبتدي بقى في التأثيرات الحرارية والقواطئ الأوتوماتيك في عندي الازدواج الحراري اللي هي وقاية حرارية ضد زيادة الطيار بنسميه الأوفرلود ناخد بالنا أبنائنا وبنتم بعض المصطلحات الإنجليزية لأننا هتدرسوها إن شاء الله في المعاهد والكليات بالتوفيق تعالوا ناخد بالنا أيوي هنا حماية مغناطيسية ضد زيادة الطيار دي علامة الطيار خد بالك من علامة الزيادة هتبقى مفتوح ناحية الشمال يبقى اللي مفتوح ناحية الشمال ده زيادة لو ناحية اللي مين تبقى نقص الطيار تمام؟ الرمز مهمة جدا وتعتبر بنسبة سبعين في المية حل الدوائر المنهج بالكامل تعالوا نشوف تاني مع بعض مفتاح سكينة يدوي أحادي القطبية يعني مفتاح على اللاب ودوار مفتاح سكينة ثلاث القطبية ده خد بالنا حتى هنا جايبيني الشكل العام بتاعه هنا مفتاح فصل ثلاثي الأوجه مفتاح فصل ثلاثي الأوجه نبتدي بقى على الجزيات اللي داخل الدائرة القرابية مقاومة مادية أميز بينها الزي المقاومة المادية أو أبنانا وبناتنا لابد أن يكون المستطيل غير مظلل برافو عليكم بناتنا هم صحي أقص المظلل يبقى ملف يبقى كويل برافو عليكم برافو عليكم يبقى خد بالي هنا هنا غير مظلل يبقى دي مقاومة مادية بحتة وسابتة الرمز بتاعها أو الحالة عملية الرمز التمثيل اللي ياريو ستات مقاومة مادية متغيرة بغير قيمة المقاومة سواء بالزيادة أو بالنقصان مقاومة مادية متغيرة تغير خطوة تغير تغير كبير وتستخدم كمقامة بدء حركة نخل بالنا من العلامة دي اوي والسهم ده اوي في فرق ما بين الاتنين في فرق ما بين الاتنين بعد كده في مقاومات بدء الحركة ودي حنستخدمها ان شاء الله في المحاركات السلاسية الاول في مقاومات بدء الحركة في المحاركات الطيارة المتقدمة طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه تاني لسه بنقول على الحمايات هنا الرمز خدت بالك هو ناحية الايه اه يبقى ناحية الشمال لما لقى السهم ناحية الشمال يبقى دد ايه زيادة سواء بقى فولت او امبير او مغناطيسي تبلعية السهم ناحية اليمين عشان ناخد القادة ناحية اليمين يبقى دد هنا ايه دد نقص خدت بالك السهم هنا فين اه ناحية اليمين خد بالك هنا علامة اصغر من يبقى اقل وقاية مغناطيسية ضد نقص الطيار لاني علامة الايل كارنت هنا ركز بقى معاي هنا وقاية مغناطسية ضد صرايان الطيار الطيار مش حيمر فيها والرمز التنفيذي بتاعها وقاية مغناطسية ضد زيادة الجهد هنا الطيار علامة ايه سام طب الجهد هنا ايه دايرة صغيرة سواء شمالي هنا زيادة سواء ميني بدد نقص بس اخد بالي حتة الدايرة دي هتفرق اه هنا دي علامة مين الطيار لكن هنا علامة مين الفولت ناخد بالنا ابنان وبناتنا بتبقى رموز صغيرة وحاجات صغيرة تضيع مننا الدرجة هنا اتصال بالارض وده اللي احنا اتكلمنا عليه الفرق ما بين والميديم بوينت او نقطة التعادل دي طبعا رمز البطارية وحضراتكم خدتوها العام الماضي اللي هي الموجة بوها اسا بطارية بطرف للتغيير على اساسي هنا قيمة الجهد بالنسبة السخان الكارابي خدنا دايرة السخان الكارابي في الصف الثاني ولكن للتسكرة هنا جاهز تحذير صوتي اللي هو بمسميه البوق مفتاح توصيل ودي الحاجات اللي هندرسها في الباب التاني في باب المحاركات في دواري الكنترول اللي هو الان والاف اللي هي زي بسميها كده وطبعا هتاخدوا هذا الكلام في مادة الكترنات القوة مادة التحكم من منطق المبارد بقول لحضراتكم مش هقولها كتير يعني عشان ما نقولش ان احنا بنقول كلامنا دي من احدى مميزات تطوير المناج اللي اساتزتنا في الوزارة ربطوا التحديث دلوقتي كلها شغالة وكون دكتورات بيدو لك الجزء بداية التصليع ممكن يبقى ايه وبعدين اتحدث بايه انت حضرتك هتزدنا في ايه التكير والتطوير بتاعنا حضرتك كمفكر وكابن من ابناء مصر وبنت من ابناء مصر ممكن تزود ايه على الحتة دي وتبقى حاجة جديدة احنا بنخط الاساس او هم حطونا الاساس وبعدين التطوير حصل لغاية فيه من التطوير بتاعنا اللي هي ريليهات اللي حاليا كل البلد او كل المصاني شغالة بيها بتضغط على ريليه بتعمل عملية كنترول وتحكم ويبتدي يشتغل المحرك سواء شمال او يمين او بمدة زمنية وده حضرتكو بتشوفوها في الحالة عملية المصاني بتشتغل بفترات زمنية دون التدخل عن طريق عملية برمجة وهنا البرمجة قسم الليكتونات وحضرتك بتعملها حاليا دلوقتي فيه المادة التحكم والليكتونات تعالوا نشوف بقى بعض الرموز التانية مفتاح الفصل خد بالك من مفتاح الان هو بيضغط من هنا عشان يلمس المطتين مفتاح الفصل عكس الاتجاه ده المكاسف السعر هنا الملف المناطيسي الملف المناطيسي ابنانا وبناتنا عبارة عن ايه كويل يبقى لابد ان يظلل ثم المقاومة المادية مقاومة مادية متغيرة ومصدر لدخول الطيار ودي في بداية منهج الصف الثاني بالكامل هتلاقي هذا الشكل دي ابنانا وبناتنا بعض الرموز اللي كانت موجودة هنبتدي هنا اشكال الاسئلة في الامتحانات هي من اولها كده ولا ايه اشكال الاسئلة في الامتحانات يا مصر من اولها لا احنا بنقولك هتدرس المنهج مولدات ومحركات وطرق لف ولوحات التوزين الشكل العام وانت بتشغال عبارة عني عبارة عندي الدوارة الكاربية فيه ثلاث اشكال يئمة الطريقة الاولانية اللي هنشوفها على الآخرات ارسم الدارة الخطية والتنفيذية لمولد طيار متغير سلاسي الاول العضو الدارة وعضو الاستنتاج موصل دلتا والقاطع الرئيسي لدائرة الطيارة الكاربية بتغير من النوع اليدوي الهوائي اما العضو الثابت فهو الاقطاب وتغزى ملفاتها من قطبان توزيع للطيارة المستمر البي ان هي من اولها كده ولا ايه حضراتكو واحنا بنشتغل من ديتين كنا شغالين على ايه برضى عليكم على الرموز شفت بقى الرموز مهمة ولا مش مهمة كنا شغالين على الرموز غير منطوق السؤال الى الرموز غير منطوق السؤال الى رموز تطلع الدارة الكاربية بالكامل اذا معنى ذلك يا مستر ان الرموز دي هي مفتاح الرسومات هو ده الرفرنس بتاعها هو ده الاساس مش دايرة وللأسف البعض ابنان يقولك انا احفظها كده طب لو اتغيرت فيها حاجة وقف لا ابنانا وبناتنا ابنانا وبنات مصر كلهم يكونوا افضل الناس ان شاء الله بنحط الاساس بتاعنا الرموز ولذلك يعني حتى في المقدمة قلنا هنجيب اشكال الاسئلة وهنشرح الرموز دي بدايتها لما جبنا دايرة كلامية انا مش فاهم الرموز هي بتتكلم عن ايه لا افهم الرموز وارسمها بايدي مرة واتنين وتلاتة عشان تتصور في دماغي اول ما اقول لي هنا الدارة الخطية والتنفيزية لايه مولد اه دي دايرة فيها ملفات منتج وملفات اقطاب صح دي قطبان توزيع اوضح احنا خدمها دايرتين صح طبعا عايزة مقاومة وعايزة مصرعة شوف تلتها هتبتلتقول ايه هتبتلتقول ايه هتحلت دايرة بمجرد معرفتك للقراءة كلامية ثم الرموز طيب ده نوع من السؤال بدايرة كلامية حضرتك هتحولها الى دارة خطية ودايرة تنفيزية طيب النوع التاني النوع التاني هنشوفه دلوقتي على الشاشة على طول دايرة خطية طبعا اولاك كلامية كده ارسم الدارة الخطية والتنفيزية لمولد طيار متغردد سلاسي الاوب يعمل زوء منتج ثابت وهقولك زوء منتج ثابت ازاي دلوقتي متصل ملفاته لعضو الثابت نجمة ويعمل عن طريق وقاية حرارية ضد زيادة الطيار وحماية معناطسية ضد نقص الفولت وتغزى ملفات اقطابه عن طريق مصدر طيار مستمر خلصة الداير تبتعلوا الاولى مع بعض كده مولد طيار متغير سلاسي الاوب ملفات المنتج متصلة نجمة العضو الداير هو الاقطاب ركز بقى هنا اه العضو الداير شايفي بنص صنط ده يقلب الدايرة من الاول الاخيرة العضو الداير خد بلك الدايرة الصغيرة هي اللي متصلة بمنبع الطيار ومستمر بمعنى ان العضو الداير هي الاقطاب عن طريقات اعوتماتيك في حاجات ما قلتاش اه المصيرات في الدارة الكريمية ما قلتاش دي قاعدة لازم لازم الفيوز تبقى موجودة في الدايرة بالنسبة للدايرة الكرابية سواء للطيار متردد او الطيار مستمرة هنا حماية حرارية ضد برافو عليك زيادة الطيار هنا حماية مغناطسية ضد نقص الفولت ركزتوا هنا الدارة الصغيرة وهنا ايه سهمة السهمة هنا بيرمز الى الطيار اما الدارة الصغيرة ترمز الى الفولت ودي خدناها فين برافو عليك في الرموز وقلنا ركزوا معنا كده اخدوا بالك وما بين الفرق اللي على الشمال زيادة واللي علمين نقص تابقوا العلامة هنا طيار وهنا فولت دي احدى اشكال الامتحالات ان يجيب لك دايرة خطية وحضرتك بتنقلها الى ورقة اللي جابه مشكورا صحيحة بخطوط سليمة ومضيفة تنفيذية تعالوا نشوف نوع الثالث من الاسئلة ايه رأيكم في دايرة اه دايرة متقطعة مش اعنا بنقول لك كده في الحالة عملية ولا بنقول لك دايرة غير كاملة بالمفهوم الايلمي حتني للكلام دا لورقة الاجابة حتبتلي توصل ايه الار والاس والتي هنا ناقص ايه اه دا هنا ناقص كمان مفتاح سكينة هنحط هنا مفتاح السكينة تبتيكمل هنا اه لا دا هنا في حماية حرارية وفي حماية او في اجهازة صح هنا كمان في هنا ايه دا في هنا بالنسبة لمحاولات او في محاولات هنحطين نقول الدايرة هنا دا مصهرات في هنا مفتاح سكينة دا ملفات الايه اجنريتر العضو السابق في ملفات الاقطاب نكمل الدايرة لملفات الاقطاب والمصرات في هنا مفتاح سكينة اه وفي طرفين طلعين وفين الطرفين بتوع الموجب والسلب لطيار المستمر. تلات اشكال لحل الدايرة الخطية او التنفيذية في اشكال الامتحانات بالكامل. الكلام ده هناخد فيه تقريبا نص المنهج. دايرة خطية او دايرة كلامية او دايرة غير مكملة حضرتك بتنقلها. نص المنهج. يبقى المفروض حضرتك النهاردة ان شاء الله مع بداية العام الدراسي وانت قاعد في بيت تبتلي تعملين. تتفرج على الحلقات. هتشوف الرموز. تذاكر من كتاب الوزارة وهي متوفرة في المدارس. تبتلي تحضر نفسك. انت راجل عايز تاخد الدبلوم وكمان تكمل دراستك وتبتكر. وان شاء الله دايما بالتوفيق. ابنانا وبناتنا. احنا دينا ارضية لمنهج الرسم بالكامل. عايزين بقى نشوف التنفيذ. تعالوا مع بعض. نبدأ اولى رسمات الموالدات التوفقية لمادة الرسم الفني لطلب الدبلوم تركيبات ومعدات كاربين. تعالوا نشوف اول دايرة كده وحضراتكم بقى خدنا يمكن تلات تربع الحلقة في التحطير. المفروض ان احنا هنقول نطلع الرسمة حضراتكم هترسمون. هنبين بعض الملحوظات واحنا بنقولها دلوقتي ونشوفها مع بعض. اول دايرة على شاشتنا الجميلة. ايه رأيكم اقولها غايبا كده معايا. انا مش هبص على الشاشة وحنقولها كده مع بعض. ارسم الدايرة الخطية والتنفيذية. لمولد طيار متغير بوجه واحد. تغذى ملفات اقطابه عن طريق مصدر طيار مستمر مية وعشرة بولد. خدتوا بالكم كده انا قلتها ازاي? انا قلتها ازاي? قلتها كلامية. ارسم الدايرة الخطية والتنفيذية. لمولد طيار متغير. وجه واحد. ذو منتج ثابت. تغذى ملفات اقطابه عن طريق مصدر طيار مستمر مية وعشرة بولد. ارسم الدايرة الخطية والتنفيذية لمولد طيار متغير. وجه واحد ذو منتج ثابت. تغذى ملفات اقطابه عن طريق مصدر طيار مستمر مية وعشرة بولد. نطقتها صح? تمام? طب لو رسمتها. نرسمها خطية الاول. طب بعد ازنكم ممكن نقول بعض المنحوظات? نقولها بطريقة بسيطة جدا. نتذكر مع بعض كده حياتنا العملية. الكبل اللي حيوصل بيتك. اللي جاي في الشارع. بسمكه قد ايه? لأ سمكه بيبقى سميك. طب كويس قوي. بيجي لغاية لحة التوزيع اللي لغاية بيتك بنسميحنا الكفرية في الحالة العملية. تمام? بيبتدي ياخد منها الواصلة اللي هو الار والام بي او الاس والام بي او تي والام بي. بيدخل لغاية الشقة جوه. السمك بتاعك بيبتدي ايه? يقل. برافو علي. انا معاك وهو. طيب وبعدين. اللي باخد انا من لحة التوزيع بتاعت اللي فيها المفتيحة الاوتاماتيك. باخد منها اغزي السخان والتليفزيون والانارة. السمك بتاعي بيبتدي يقل. كم مرحلة? تلاتة. برافو عليك. برافو عليك. تلات مراحل. طب من نصمم الكلام ده في مادة الرسمة. هي دي البروفيشنل بتاعت حضرتك. دي احترافية. والتميز للطالب دبلوم الكهرباء. الكابلات العمية الرئيسية سمكها. اه ممكن اتنين ملي او تلاتة ملي برافو عليك. ابتريت اخش على الدايرة. تلات خطوط او خطين. بيبقى سمكها ملي ونص. ابتريت اخد منها اجهزة القياس. لأ دي بقى سمكها ملي. ابص امزر للرسمة كده. الله. ايه اللي احترافية دي? مش كلها خطوط واحدة. انا مش عارف ايه السمك السميك ولا الرفيع. ولا ده بتاع الاجهزة. طب انا يعني انا ما كملتش دراستي واخد الدبلوم بتاعي وفاهم. انا عايز انفز. طب كلها سمك واحدة مش مهندس. يعني انا انا نفز على الحالة العملية. كلها كابلات. واخسر. لا. هنا بقى الاحترافية اللي حضرتكو هنشوف على اديكو التعليم الفني عمل معاكو ايه? الكابلات الرئيسية لها سمك. اخدوا الخطوط منها لها سمك. طب اخد منها فرائيات. ان هي الاجهزة القياس. لها صمت. وكلها ماشية بالايه? بالترتيب. حضرتكو احسن مننا والامكانيات احسن مننا. ده انتم ممكن تعملوها على برنامج في الحاسب الالي. وعندكم مادة حاسب الالي. وزملاء انا الافاضل في قناتنا التعليم الفني بيشرحوا هذا الكلام. ممكن اصمم الدايرة على البرنامج او سري دي ماكس وابتدي اشتغل عليها. غير ان انا كمال برسمها بايدي. والرسمة بالايد طبعا افضل. لان احترافية الايد والممارسة والتعود والخبرة. كل ما ترسم الدايرة بايدك الخبرة. تيجي تنفذها على برنامج او برنامج سري ماكس. هتبتدي تبقى ايه? احسن. انت فاهم. انت كويس. انا فاهم ان دي السمك بتاع دي كزا. هخش على الاسداك. السمك بتاع دي كزا. طب هطلع فرقي للاجهزة. السمك كزا. هي دي الاحترافية اللي نتمنىها فيكو جميعا ابنانا وبناتنا ان شاء الله. تعالوا نشوفها اول دارة اللي احنا شرحنا. مولد وجه ايه? واحد. زو منتج ثابت. تعالوا نشوفها مع بعض كده. يلا. نلاحز كده ابنانا وبناتنا. اهو فعلا اهو. اهو يا بشماندز انت قلت فعلا اهو. السمك فعلا اهو. بس ما ما ظللش الا بعد ما خلص. وبعدين اي دائرة فيها وزات مصرات. يبقى فيه قواعد رئيسية. فيه بتوها منين بقى? مدام بتزعاقوا كده? اه? انه عند المصرات مفتاح السكينة. اي دائرة كهربية لازم تكون فيها كده. صح. برافو عليكم. ابتديني نفهمه. يبقى جميع الدورة الكهربية ربع الدائرة في دماغي. خلاص. اهو. السمك بتاعه متين وعشرين فولت طيار متغير. احنا خدنا الكلام ده في الرموز. مفيوزات مصرات. وبعدين مفتاح سكينة يدوي. عرفت منين يدوي? لأ ما ما فيش معاك ويلة. ملف القاطع. برافو عليكم. هنا خطين. اه اللي اتنين سمك واحد. برافو عليكم. هنا دائرة مولد طيار متردد وجه واحد. وبعدين. اه الخط طالع من هنا هقول نص الدايرة. الاقطاب هي العضو الداير. تمام. ثم مقاومة للتحكم في قيمة التالي مستمر. مقاومة متغيرة. ثم خطين مفتاح سكينة. مصيرات. منبع طيار مستمر. مية وعشرة فولت. نفذ الكلام ده. وخليك مع الموز. فين الخطين دول? اللي واحد واللي اتنين. الار وامي بي. صح. كان مصر. برافو عليك. ده خد بالنا كده. السمك هنا بقى دي ايه? ابتديني نعمل ايه? نقال للسمك خدنا الفرق. هنا المصيرات. طب انا معايا الشابلونة اللي فيها الكلام ده. وما له. بس اخد بالك من المقاسات. انت راجل محترف. انت راجل متخصص. لابد انك تبين هذا الكلام للغة اللي انت بتتعالي بياه. اللي هي مادة الرسم. ثم مفتاح السكينة. هنا وضع اميطر على التوالي. وفولتاميطر على التوازي. مش مهدس باع الاعتراض. هقول له حضرتك مش موجودة في الدارة الخطية. طب حضرتك زودتها. مش موجودة في الدارة الخطية. حضرتك مذاكر فاهم. انا هزود من عندي جهاز اميطر وفولتاميطر والمساحة موجودة. ايه المانع? ايه المانع? الابتكار بتاع حضرتك فيه? احنا مش عايزين حضرتك تاخد الرسمة احفظها كده وحطها. طب ايه? فين الابتكار? فين التطوير بتاع حضرتك? انت مش عشان تنجح وبس. انت عشان توسع الافق. انا حطيت فولتاميتر واميتر. مش موجودين في الدارة الخطية. هيضرك في ايه? هتضرك في ايه? بل بالعكس بتدي ايحاء للمهندس اللي بيصحح لك. الرجل ده فاهم. الرجل ده زود تمام. تمام? تمام. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنا. الاميتر والفولتاميتر. الفولتاميتر وصل على التوازي. والاميتر وصل على التوالي. طبعا عارفين الكلام ده وحندرسه فيه المعامل. هنا ملفات العضو السابت. واللي تحت منها ملفات الاقطاب. خدت بالك من الفرق. ملفات المنتج هي الرئيسية. وطبعا حضراتكم خدتوها فيه الالات. ملفات المنتج او العضو الثابت هي المسؤولة عن توليد القوى الدفعة. الكهربية. اما ملفات الاقطاب هي المسؤولة عن توليد المجال المناطيسي. هنا علامة الدايرة. ان الاقطاب هي العضو. الدائر. برافو عليك ابن عم من هنا. طيب وبعدين خدنا الطرفين الى حلقات الانزلاق. ما احنا مخدناهش في الرسم يا فننا. مخدتهش في الرسم. خدناه في مادة الالات. ملفات الاقطابة غزية الا عن طريق حلقات الانزلاق. الله. معنى ذلك ان احنا لازم نكون فاهمين مادة الالات. وانطبع في مادة الرسم. صح. برافو عليك. حلقات الانزلاق ثم الى مقاومة تنظيم الجهد بالنسبة لي والتحكم في قيمة الجهد المستمر. مقاومة متغيرة. متوصلة على التويل. ثم الى مفتاح السكينة مزدوج. ثم الى المصيرات. ثم منبع الطيار المستمر البوزتيف والنجاتيف. ممكن اقول ملحوظة صغيرة. بص للمصيرات او اندر الى المصيرات للطيار المستمر والمصيرات للطيار المطلطة. فيه فرق او قال له لا. اه. يبقى دي هنا مسحته قد ايه? ودي مسحت ودي سمكه قد ايه? خدت بالكم. الرسم لغة يا ولادنا او ابنانا. الرسم لغة. يبين الاحترافية في التعامل مع الحياة العملية. طب ايه رأيكم? ناخد دايرة تانية واجه واحد. بس نقول ايه? نغزيها بشوية اجهزة زي الدايرة دي كتب. نفس الدايرة اللي فاتت. بس احنا مزودين هنا اجهزة القياس. طب حضرتك ممكن تقول هلنا كلامية حاضر نقول لها كلامية. ارسم الدارة الخطية والتنفيذية لمولد طيار متغير واجه واحد. ذو منتج ثابت. ذو منتج ايه? ثابت. تغذى ملفات اقطابه منبع طيار مستمر. متصل معها اجهزة القياس. اميتر طيار متغير واميطر طيار مستمر. فيلتميتر طيار متغير. فيلتميتر طيار مستمر. وجهاز قياسة تردد. جهاز قياسة تردد. انا اسكبت ni ما قلتش طيار مسردد وطيار مستمر حولها تاني ارسم الدارة الخطية والتنفيذية لمولد طيار متردد زمونتج ثابت تغدى ملفات اقطابه بمنبع طيار مستمر مطاصل معه اميتر طيار متردد واميتر طيار مستمر بولتميتر طيار متردد وبلتميتر طيار مستمر الاخير الاخيرة الاخيرة جهاز قياس الطرد وروح تواقف برافو بناس جهاز قياس الطردد يوضع على منبع الطيار المتردد ابنائنا تمام منبع الطيار المستمر لا يوجد بيه تردد لان تردد الطيار المستمر بيساوي سفر ابنائنا وبناتنا بصوا للرسمة ومش هنشرحها لكن هنقولها بسرعة كده ادي منبع الطيار المتردد قادي المصيرات قواعد سابتة ادي مفتاح السكينة الاميتر على التوالي وجهاز قياس التردد على التوازي والبلتميتر على التوازي مع الرمز الجديد اللي عندنا في هذه الرسمة محول الطيار اما بقية الدايرة زاد عليها اميتر وبلتميتر الدايرة اللي احنا جبناها فيه اللي قبل كده على طول ما كانش فيها محول الطيار ما كانش فيها اجهزة القياس يبقى الدايرتين قدام مننا دايرة وجه واحد بدأنا من الوجه الواحد وبعدين ندخل على السلاسية ابنانا وبناتنا حلقة الرسم النهاردة كانت مفيدة جدا بالنسبالي لان استمتعت بالمراجعة معاك وعلى الرموز الرموز من العناصر الاساسية من الاساسيات مادة الرسم الفني الرموز اللي احنا شرحناها في بداية الحلقة ولما بدأنا نشرح المنهج وشفنا الرموز مفيدة بالنسبالي قد ايه كانت ازاي كمان خدنا ازاي الامتحانات او شكل الامتحانات العام احنا تخضينا في الاول احنا من اولها ده اول حلقة احنا بنودي بنوري بنوري الصعف فيه كذا فيه كذا فيه كذا يبقى لما نيجي نشرح المنهج اه ده احنا خدنا لأ ناخد بلنا من الحيطة ليه ده الامتحان ممكن يجيه كلامي لأ خدنا بل نركز ونشوف لما جينا نشرح الدواير الكاربية في المولدات بدأنا بمولدات وجه واحد زي بقوله صامتة ما فيهاش اي نوع من الاجهزة وخدنا بلنا من سمك السلك وازاي سمك الكبل وازاي الترتيب وازاي ننظم الرسمة بدأنا في الرسمة اللي بعديها اللي هي فيها اجهزة القياس زي بنقول اي احنا بنحشيها شوية باجهزة القياس عملنا اميتر طيار متردد اميتر طيار مستمر وابلتا ميتر طيار متردد اميتر طيار مستمر وقلنا عن جهاز قياس التردد على طول قاله في منبع طيار متردد ابنان وابناتنا يا رب نكون كان اسعدناكم وبالتوفيق لكم جميعا بإذن الله وإلى اللقاء في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته